تقوم الدولة بمجهودات كبيرة من أجل تحول لاستخدام طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبعي وخفض تكلفة استيراد السولار أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري بأن حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدول بلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو ملياري جنيها مع تحول الدولة إلى استخدام الطاقة النظيفة في كافة قطاعتها تقوم الحكومة بمبادرات رئاسية بجهود كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين في إحلال سياراتهم المتقدمة عبر إقرار تيسيرات للراغبين في الانضمام للمبادرة في هذا الإطار أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن حجم الاستفادة من مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو ملياري جنيه استفاد منها ثمانية ألاف ومائة مركبة وأوضحت البيانات أن المبادرة التي لا تزال سارية حيث تمنح تمويلات مدتها تتراوح بين سبع وعشر سنوات ويتم السداد على أقصات شهرية متساوية وأشارت البيانات إلى أنه تم إصدار تعهد بقيمة خمسة عشر مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الاقتمان لتغطية نسبة ثمانين في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد وتتحمل البنوك النسبة المتبقية البلغة عشرين في المائة وبالنسبة لمبادرة تحويل المخابز البلدية لاستخدام الغاز الطبيعي ذكرت بيانات البنك المركزي أن تلك المبادرة يستفيد منها أكثر من ثمانية وعشرين ألف مخبز بلدية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير وتحديث المخابز يذكر أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة